أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين القادم في الساعة الحديثة عشر صباحا وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمينة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنع